مساء السعادة، مساء البهجة، مساء مصري جميل على كل أصدقائنا اللي بيتابعونا ولقاء جديد وحلقة جديدة وافتح باب قلبك في البداية أنا بشكر جداً كل الأصدقاء اللي بيسيبوا لنا كل التعليقات والاقتراحات على صفحة السوشيال ميديا صفحة القناة وبشكر كل الرسائل اللي بيتجيني وبيقولوا باقتراحات لمواضيع ومناقشات وده أمر إحنا كلنا ممتنين لي ومحل تقدير كبير ويلا نبتدي حلقتنا ونقول يا مساء السقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الاربعة وخمسين وفتتح يوم الاربعة خمسة وعشرين يناير وحيستمر لمدة اتناشر يوم لغاية يوم ستة فبراير يوم الاربعة كان الافتتاح الرسمي والدخول بالدعوات ثم فتح للجمهور يوم الخميس والنهاردة كلنا شايفين على كل المواقع والسوشيال ميديا صور الزحام الشديد للجمهور اللي رايح يتابع المعرض المعرض بتشتروا التذاكر من منصة معرض الكتاب أو الفئات اللي بيبقى في قواعد لدخولها المجاني دخول كبار السن وزاوي القدرات الخاصة وزاويهم في الرحلات المدرسية والجامعية دخول مجاني طبعا السنة دي المملكة الاردنية الهاشمية هي ضيف شرف الدورة الاربعة وخمسين لمعرض القاهرة للكتاب كمان خلوني اقول لكم ان المبدع الراحل صلاح جهين هو شخصية المعرض خلاص كده الكلام الرسمي الجميل اتقال عايز اقول ان معرض الكتاب حدث مهمة قوي بالنسبة للمصريين رغم ان بيتقال احنا مش بتوع اراية ومش بتوع ثقافة لكن الاقبال والايام المليونية اللي بتشهد على الزحام الشديد بتوصل او بتكشف حقيقة مختلفة ان المصريين مهتمين بمعرض الكتاب معرض الكتاب النهاردة لمدة 13 يوم فيه فعليات ثقافية مختلفة ما بين ندوات ومناقشات وشعر وفيه كمان انشطة خاصة بالاطفال وفيه اماكن الاسر بتقعد فيها تستريح من التنقل بين الاجنح انا كنت بروح معرض الكتاب من اول ما فتتح خدوا بالك هو بيقول الدورة 54 يعني انا لما المعرض بدأ كنت يعني في مرحلة وعي مبكر طفولة صغيرة كنت بروح المعرض من اول ما تفتح كان بالنسبة لنا في بيتنا حدث مهمة قوي مهمة قوي ان انا نزل اروح المعرض واخش الاجنحة اللي فيها كتب الاطفال واللي فيها التلوين وابقى كده معتبرة ان دي مكافأة من اهلي ان هما بيودوني المعرض واستمر هذا التقليد الجميل معايا لغاية مكبرت وتجوزت وبقى ايه تاخد بناتي ونروح المعرض ونعود قبل المعرض نتناقش هنشتري ايه وميزانيتنا ايه وحوشوا عشان المعرض والدورة بتكمل اللفة بتكمل دورانها وتبقى بنتي بتجهز لي انها تاخد حفيدي ويروحوا المعرض المعرض يا جماعة موضوع مهمة قوي مهمة قوي ان حضرتك تاخد اولادك وتروح تخش حضرتك تشتري الكتب اللي انت عايزها وتكتشف ميول اولادك من علاقتهم بالكتب اني كتب اللي حتشدهم اني كتب اللي حتستهويهم كتب علمية خيال علمي سلاسل حكايات تقليدية وهكذا مهمة قوي انك تغرز العادة دي في وجدان اطفالك مهمة قوي انك تعتبر الكتاب مكافأة ومهمة قوي انك تعتبر زيارة المعرض والفلوس اللي انت حتشرفها هناك مكافأة للطفل ايوا السنة دي المعرض فيه كلام كتير بيتقال حوالين هل ارتفاع اشعار الورق هل الكتب غلية هل العدد هيقل دي كلها اسئلة او هواجس او مخاوف كانت موجودة قبل افتتاح المعرض لكن زي ما انا بقول لحضراتكم قبل ما اجي على طول صور التوابير والزحام اللي على البوابات وفي الاجنحة جوه المعرض بتقول ان هذه التخوفات مش بالضرورة ليها اساس حقيقي على ارض الواقع زيارة معرض الكتاب والاستماع الى مقابلة الكتاب والمثقفين وانك تروح ندوة تسمع شعر وتروح حتى تعرف سيرة ذاتية لكاتب واننا نشوف الندوات الخاصة اللي معمولة عن شخصية المعرض الفنان الجميل سلاح جهين وعن ضيف الشرف المملكة الاردنية كل ده شيء مهم مصر بتتحرك في انشطة وفعاليات مختلفة طول الوقت المعرض الكتاب موجود فيه مركز المعارض بالتجمع من فترة قريبة كان فيه معرض ترسنا من فترة تانية هيبقى فيه معرض مش عارف ايه مصر بتحتفي احتفاءات مختلفة احنا دولة كبيرة وعدد سكاننا كتير وبالتالي عندنا انشطة مختلفة هكلمكم مرة عن معرض اللوح وكلمكم مرة عن معرض الكتب وكلمكم مرة عن الانشطة الرياضية عندنا انشطة من ضمن الانشطة محل الاهتمام من الدولة ومن الشعب من الناس من المصريين من الولاد اللي ببقى ماشية في المعرض بين الاجنحة بشوف شباب صغيرين بيعدوا الفلوس اللي في اديهم عشان يعرفوا الكتاب حيقدروا يشتروا ولا لا او اتنين يشتروا مع بعض ويشوفوا يعملوا قرعة رفة كده مين اللي هيقراه الاول حدث مهم ومبهج حدث مهم ومبهج معرض الكتاب احنا معانا تقرير من داخل المعرض خلينا نشوفه ونرجع نكمل كلامنا برعاية الرئيس السيسي وتحت شعار على اسم مصر نقرأ نفكر نبدع افتتاح الدورة الاربعة وخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد المعرض مشاركة تلاتة وخمسين دولة و الف سبعة واربعين ناشرا مصريا وعربيا واجنبيا كما تم اختيار المملكة الاردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه الدورة تحت شعار الاردن حضارة الماضي وابداع المستقبل النهاردة اليوم الاول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بيفتح ابوابه الجمهور من العشرة صباحا الجمهور اللي منتظره من قبل التاسعة صباحا وكعادة جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب انه دايما بيبهرنا باقباله المتميز جدا الجماهير كانت منتظرة من السمينة صباحا برا بمجرد ما فتحنا الابواب بدأوا يتوافدوا الى صالات واجنحة المعرض فطبعا الناشرين 1048 ناشر بيقدموا كافة التقفضات الممكنة لديهم للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطن الكتير فلسطين لم تنقطع المشاركة في معرض القاهرة الدولي منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية حتى اليوم وقبل ذلك كانت فلسطين تشارك بكتابها ودبائها الذين حملوا رسالة ثقافة الفلسطينية اصلا الى الكون معرض القاهرة الدولي هو معرض فلسطين هكذا يراه الفلسطينيين لأن القاهرة والقدس شقيقتان ومصر هي الشقيقة الكبرى معرض القاهرة هذا العام يعني عظيم في كل معانيه عظيم في مضمونه وعظيم في هذا الترتيب المذهل في هاي المساحة الكبرى بصراح هذا معرض كتاب دولي بكل معنى الكلمة تعاون الثقافي الإماراتي مستمر وممتد على مدار سنين عدة وهي من المعارض الدولية اللي تلقى اهتمام الشرق بالغرب وتجمع الكثير من دور النشر العالمية اللي هي أصلا أرض الكنانة أرض العلم والمعارف نحن من خلال مشاركتنا في معرض الكتاب بجانب الإصطارات القيمة اللي نقدمها عن تاريخ المنطقة نشارك في مجموعة من الورشة الثقافية التوعوية اللي يعني تستهدف المهتمين في التاريخ وتعرف على العلاقات الإماراتية المصرية في أكثر من 45 فعالية المعرض شهد كثافة كبيرة من الزوار خلال أيامه الأولى من مختلف المحافظات عايزيني نعرف منك رأيك إيه في معرض الكتاب الدولي السنيني أنا الصراحة يعني متفاجئ كتير جدا يعني عن السنين اللي فاتت وأنا نلاحظ اختلاف كبير جدا واللي عجبني أكتر مشاركة كذا دولة عربية يعني بالثقافات بتاعتهم بكل حاجة يعني فهمني وبرضو عجبني تقسيمة المعرض ما بين كتب أطفال وكتب تكنولوجيا وكتب ثقافية أكتر حاجة ممكن تعجبني في معرض الكتاب والسنينة دي كمان بالذات إنهم بيحاولوا أدي حبيب الأطفال في القراءة أو يحابي بيقول الأطفال في إنهم يكونوا موجودين في المعرض الكتاب دي تاني مرة أحضر له وحضرت بلي كده برة كتير وماشاء الله يعني المعرض هنا جميل وحلو وماشاء الله يعني السياح كان الكتار وكتب كتيرة والناس حلوة المعرض جميل وحلو أحلى من السنين اللي فاتت ولاقيت في كتب كتير عجبتني السنين دي في حاجات كتيرة مبدعة تخلي الواحد يختار حاجات كتير المعرض كويس جدا والتذاكر والدخول حتى كان فيه تنظيم في الوقفات والدنيا كانت يعني كويسة ماشاء الله شفت حاجات حلوة كتير وعجباتنا وشفت كمان اللي في معرض ثلاثة دي مسابقات وحاجات كتانة واشتريت حاجاتنا في الدورة الأربعة وخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تم طرح إصدارات بأسعار مخفضة ومنح لحالات المدرسية والجامعية مجانية الدخول كمان تم اختيار الكاتب صلاح جهين شخصية المعرض نور إبراهيم افتح باب قلبك ومازلنا في حديثنا عن معرض القاهرة الدولي للكتاب ألف سبعة واربعين درنشر مصرية وعربية وأجنبية وفعليات ثقافية ومعنا مدخلة تليفونية من الأستاذ إسلام بيومي مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب ألو ألو أي يا فندم أعلم سهلا بحضرتكم مساء الخير يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب والمعرض طيب كل سنة وشعب مصر كلهم طيبين والقيادة السياسية ووزارة الثقافة ومعالي الوزيرة كل الناس في مصر طيبين أستاذ إسلام أنا قبل ما يبتدي الحلقة كنت بتفرج على زحام الجمهور على معرض الكتاب التوابير وده أعتقد كان بيخالف التوقعات أنه مش هيبقى فيه المعرض ده بسبب يمكن ارتفاع أسعار الكتب أو غيره مش هيبقى فيه الإقبال المتوقع ده ما حصلش طبعا ما حصلش إحنا دايما كل عام بنراهن على الشعب المصري وبنطلع كذبانين أنه شعبنا المصري والوعي الثقافي اللي عنده كان كل الناس قبل بداية المعرض متخوفة أنه هيبقى لإقبال دعيف عشان أزمة ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة وخلافه ولكن احنا كان رهننا دايما على الشعب المصري بحركة تخالي أول يوم اللي هو يوم بأمس وهو اليوم الأول يوم للجمهور اللي كنا متوقع إنه يعني الناس ما بتحبش تيجي أول يوم لحد ما الدنيا تشوف الدنيا حتى زي كان زحام غير عادي وصلنا من أمس آآ مية واحد تلاتين متين وخمسين ألف زاير آآ آآ وده اللي خلانا نعمل اجتماع تنطيقي مساء أمس عشان نستعد ليوم الجمعة. الجمعة والسبت آخر الأسبوع طبعا. فآآ تخيالي حضرتك من الساعة تسعة صبح والناس متوافدة وموجودة على الأبواب يعني عايز اقول لعلك بجد احنا سعداء جدا الحمد لله. احنا يعني ما كناش متوقعين ده وان شاء الله ربنا يسممها على خير. يا رب. ونتعي للشعب المصري كله ان شاء الله. ساذ اسلام معرض القاهرة الدولي واقبال المصريين على المعرض بيرد على آآ الادعاءات بتاعت ان المصريين مش بتوع قراية ومش بتوع ثقافة وفعلا صحيح كده? يا فندم مصر هي الرياضة الثقافية. مصري. القوة القوة النعمة المصري هي قوتها الثقافية. صحيح. شعبنا شعبنا شعبه مثقف. احنا الرياضة الثقافية بكتابنا ومثقفينا. سحيح. بصلاح جهيل بكامل كلاني. بيح يحق نجيب محفوز. احنا الثقافة يا فندم في المنطقة. تمام. وشعبنا وشعبنا آآ يعني عايز اقول لحضرتك القراءة بالنسباله آآ يعني قبل الاكل والشرب. فدايما احنا بنراهل على على وعي الشعب المصري. وعي الثقافي. آآ للأحداث الثقافية. سجد. 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 انا سعيد بالشعب المصري. الحمد لله. وانا والله كمان سعيدة جدا. او سجد اسلام. اخر سؤال هسأله لحضرتك بعد اذنك. انا عارفة ان فيه فعليات كتيرة جدا. طول 12 يوم بتوع المعرض. انا كجمهور بقى عايزة قبل منزل اروح المعرض. يبقى معايا الجدول ده. عشان اعرف انظم وقتي واختياراتي. اجيبه منين? يا باندن كل الفعاليات الفعاليات السقافية والفنية وانشطة الاطفال موجودة على الويب سايز بتاع المعرض. آآ وموجودة على صفحة المعرض على الفيسبوك. اوكي. والصحافة بتنشرها. كل الفعاليات يعني مش هيتعب. الزائر يدخل على جوجل ويسب. فعاليات معرض فعاليات ثقافية الفعاليات الفنية. فعاليات لمعرض الكتاب الدورة اربعة وخمسين. هيطلع له كل اللينكات اللي خاصة بيها الانشطة الثقافية كلها. استاذ اسلام بايومي مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب. احنا بنشكر حضرتك على المداخلة معانا وبنكرر الف مبروك على معرض الكتاب وكل سنة ومصر. وكل متقفيها وقوتها النعمة واهلها بخير. نقول تاني بس معلومة مهمة انه معرض الكتاب السنة دي بيقدم دخول مجاني لكبار السن ولذوي القدرات الخاصة وزويهم. وجوه المعرض فيه مسارات خاصة وآمنة ليهم احنا منتبهين. اننا يبقى فيه تمكين وإتاحة لكل حد عايز يروح المعرض انه يبقى الدنيا مت يسارة عليه. كمان تم منح الرحلات المدرسية والجامعية دخول مجاني. ودي دعوة لكل المدارس والجامعات انها تنظم رحلات لاطفالها. آآ لانه آآ هذا المعرض المناخ اللي فيه دور النشر الكتب الفعاليات الثقافية. بجد هتحبب الولاد في القراية. وما تبقاش القصة ان الكتاب للمذاكرة والامتحان. انما يبقى الكتاب للثقافة والمعرفة. احنا كده آآ مازلنا مع حضراتكم وحنفضل مع حضراتكم نتابع معرض القاهرة الدولي للكتاب في الحلقات الجاية لغاية آآ ما ينتهي يوم ستة فبراير. هنطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات برنامجنا. افتح بابقالك. السوشيال ميديا او شبكات التواصل الاجتماعي. آآ هذا الشيء اللي دخل حياتنا من سنين. الاول الناس كانت فاهمة انه آآ بيلا نلعب ونبعث لبعض اغاني وصور. وبعدين يوم عن يوم ابتدى يتكشف قوة وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا. قوتها وتأثيرها على ايه? على حياتنا. آآ الحقيقة السوشيال ميديا دي وانا كنت قاعدة بفكر حسيت ان انا في كده صورة عايزة اقول لك. عارفين آآ آآ مثلا السكينة. السكينة نقطع بيها الاكل. السكينة نستخدمها في المطبخ واحنا بنطبخ تبقى مفيدة جدا. السكينة استخدمها مجرم كأداة جريمة تبقى مضرة جدا. هي المشكلة في السكينة ولا في ازاي بنستخدمها. السوشيال ميديا كده بالزبط. السوشيال ميديا شبكات التواصل الاجتماعي فعلا بتعمل تواصل اجتماعي. بتعرف الناس ببعض. بتتيح لنا اننا نقدر نوصل لناس في دول بعيدة. لثقافات مختلفة. لصور في متحف ايه. لكتاب ايه. لأفكار ايه. العادات وتق. اللي بيدرس معرفش ايه. هيلاقي ناس بتدرس زيه. اللي ربنا يشفي كل عنده مرض ما. هيقدر يلاقي جروبس بتتكلم عن المرض واعراضه والوقاية منه. في حاجات مفيدة ومهمة جدا. لكن ايضا السوشيال ميديا بتعمل مشاكل ضخمة في حياة الناس. الناس فيه ناس ادمانت السوشيال ميديا. اه ما تقدرش زي كده ادمان المواد المخدرة. ما تقدرش تقوم وتسيبها. فيه ناس السوشيال ميديا بقت بتشكل عليها ضغط عصبي. طول النهار اخبار وافكار وحاجات بتخوف وفيديوهات مش عارف ايه. وناس بتتخانق مع ناس وناس بتهاجم ناس. طول فيه اعمال منظمة. فيه لجان الكترونية. فيه موضوع كبير جدا. ازاي نتعامل مع السوشيال ميديا. ازاي التأثر على صحتنا النفسية. على استقرارنا. انا بقرة كتير جدا على السوشيال ميديا. ناس تقول لك انا هقفل صفحتي انا عصابي مش مستحملة. ايه? اللي وصلوا ان تبقى عصاب ومش مستحملة. او انا حامشي. فناس تعايت لو النبي ما تمشي. قد ايه متأثرين بيه. او مرتبطين بيه. او بيتعلموا منه. او مهتمين بكلامه. ايه الموضوع ده? احنا فتحنا في حلقات قبل كده السوشيال ميديا مرة واتنين. لكن واضح انها هتفضل على اجندتنا كتير. بقدر حجم التأثير والتأثر. بقدر ما احنا مش عايزينها سكينة تستخدم كسلاح لارتكاب جرائم. او ضغط على النفس. او توتر عصبي. او انهيار نفسي. بقدر ده. بقدر ما احنا عايزينها تبقى مفيدة. وبالتالي ننبه الناس للاخطار والمخاطر. ونشرح القيمة الايجابية كل ده. هنفضل نتكلم فيه طول الوقت. احنا هنشوف دلوقتي تقرير عن تأثر المصريين بالسوشيال ميديا. وحنرجع بعد التقرير بعد الفاصل. نستقبل ضفنة الاستاذ الدكتور وليد هندي. استشاري الصحة النفسية. عشان نتكلم معاه في السوشيال ميديا كأداء ايجابية. ولا السوشيال ميديا سكينة ارتكاب الجرائم. ده اللي هنشوفه بعد التقرير وبعد الفاصل مع ظفنة. بتفتح السوشيال ميديا كم ساعة في اليوم? يعني فوقت فراغي. الوقت اللي بقى فضي في. انا بقعد على سوشيال ميديا. سبع ساعات ثمان سعات عاشر ساعات. والله انا حسب ما اكون فاضيه اب ققدر اقعد عليه شوي. ده هو كتير جدا. ممكن فوق العشر ساعات. مش Bonus ساعة. أحيانا ساعة كده فاعة الفراهم. ممكن ساعة وساعة وتين بكتير يعني في الاسبوع. مش في اليوم. يعني ممكن تلات ساعات مثلا كده هو. في اليوم كله. ممكن على طول اليوم كله تلاتة اربعة ساعات. مش كتير. لو اليوم مشغول ممكن ساعتين. ساعة ساعتين ونصف؟ يعني ساعتين ثلاثة يعني بكتير قوي أربعة بتشوف حاجات تخليك حسس ان الحياة عليها أحسن من الواقع؟ لا طبعاً ده أكيد طبيعي اللي احنا بنشوف حاجات كتير قوي مزيفة وبنشوف حاجات كتير قوي غير الواقع وحاجات خيالية أهرب من الواقع بتاعي في السوشال ميديا مش كل حاجة هصدقها السوشال ميديا فيها أحياناً كتير حاجات اللي لديش علاقة بالواقع كلها كاسبه كلها انت مش عارف أساسة الحقيقة إيه والخداع إيه الحقيقة محادتش عارف حاجة خالص مش قوي يعني اطلاقاً عمري عمري ملقيت حاجة على السوشال ميديا حلوة شايف ان السوشال ميديا بتحبط الناس وتخليهم مش راضين عن حياتهم؟ إحنا بقينا مدركين إن في أخبار فيك وفي أخبار عادية لا يعني مش لدرجة الإحباط يعني نسبة تناسب بنسبة 50% أو بنسبة 50% لأ لا مش لحد الإحباط يعني ممكن في حاجة ممكن أصدقه أنت بتشوف حاجة من وراء شاشة غير لما بتشوفها في الطبيعي كل بيفتي ومحدش فاهم أي حاجة بأي حاجة مش كلها يعني في حاجات بتخليك إن انت تحس إن في أمل وفي حاجات تانية يعني بتخليش في أمل خالص عندك آه بنسبة كبيرة بنسبة 70% بتحبطهم هل بتعتبر نفسك مود من سوشال ميديا؟ بنسبة 60 أو 70% ده عادي ممكن أمش بغير تليفون أسبوع عشر تياب مش هتفرع معي فور فن لكن مش إدمان لا أنا بس مجرد أنا بعرف الأخبار الدنيا حوالي شكلها إيه ومشية إزاي مجرد بس معرفة مش أكثر لا طبعاً لا السراحة أنا بفتحها بس عشان أعرف الأخبار عشان أستفيد منها في حاجات كويسة كإدمان يعني بحاول أتعافى منها السراحة عايز تغير نفسك في الموضوع ده؟ لا هو أوريدي هو مش فارق معي كتير لأن أنا ما بقودش على السوشال ميديا بشكل مستمر أنا ممكن أغير نفسي لأن في حاجات تانية أشغل نفسي بي أن أنا أعرى قرآن وأصلي أشوف حاجات تانية دينية أتصقف بي غير كده مش ممكن أستغل عنه خالص ممكن يعني بدل ما أفتحها ثلاث ساعات في اليوم مثلاً ساعة بس ومازلنا مع حضراتكم السوشيال ميديا شبكات التواصل الاجتماعي مفيدة ولا مضرة؟ خطر ولا آمنة؟ نتعلم منها ولا بتفسد حياتنا؟ نعمل إيه ونتعامل إزاي ملف كبير؟ وحنفضل نفتحه في حلقات متتابعة طول الفترة الجاية؟ لنما خلونا دلوقتي نستقبل ضيفنا الأستاذ الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية مسعى الكير يا دكتور؟ دكتور أميرة منورة دينا حضرتك منورنا السوشيال ميديا زي ما كنت بقول فيه هي السكينة اللي بنقطع بها الأكل ونجهزه وهي تؤدي عمل مفيد ولا هي السكينة اللي بيستخدمها المجرم علشان كسلاح إجرامي؟ يعني هي ليها وعليها وحضرتك قلت لفظ جميل جدا أن هي السكينة ممكن أقطع بها حت الجاتور جميلة وأكلها واستمتع بها وممكن أرتكب بها جريمة حتى في حق نفسي يعني أنا ممكن أستخدم في حق نفسي طبعا أين؟ أين علاقة الوجه للوجه؟ أين إن إحنا عاديين شايفين بعض وحاسين بعض؟ سنة يا دكتور عشان أنت بتقول تعبيرات مهمة أوي نلقي يعني نقولها تاني فين سلوك الأنسنة؟ نعم الناس بتتحول لألات طبعا بقينا آلة بقينا آلة آه ولذلك حتى الجرائم الأسرية بقت بشعة بقينا نشوف بتضرب بعض وبنعور بعض وبنرمي بعض البلكونات وبنحرق في بعض ليه؟ لأنه بتعامل معاهم معاملة الغرباء الغرباء طبعا طيب وحضرتك قلت فين تعامل الوجه لوجه؟ نعم ده مهم في العلاقات الإنسانية يا فندم جدا أنا من جيل اتربى أن كان أبويا ييجي من بره أول حاجة يعملها يقول عجلية حضرني كده وبيسني وينايم هو مش بيبسني هو بيجسني بيشوفني سخني ولا بارد نايم من إمتى؟ بيتطمن عليك بيتطمن عليك كنت بستشعر ده ده خلاني لما هو قبر في السن وبقى طاعن في السن بقيت ببره لأنه يا ما برني حتى لو بالنفس حتى لو بالططبة للأسف دلوقتي احنا بنشوف بعض الآباء بقى تسبونسر يعني شغال سبونسر منتج الرأي الرسمي الأولاد وبيودي مدارس لغات بيلبس كويس بيصفر في السحل الشمالي في الرحلات وبيودي نوادي معتقد نوع كده عمل عليه التربية حاجة تانية خالص غير اللي بيحصل ده احنا بالشكل ده أولادنا بتنمو ما بتترباش بتنمو يعني بتجبر قدام عين بتنمو أولادنا بتنمو ما بتترباش نعم ده برضو مصطلح وتعبير مهم جدا ده عايز حلق الواحد احنا ترجع للسوشيال ميديا ادمان السوشيال ميديا في حاجة اسمها ادمان السوشيال ميديا طبعا ابان السوشيال ميديا قدوق التعرير حتا فيه ناسProقات اجابات نموذجية بنقولك بنظري عشان نوافق وقدم الكاميرا ولكن الناس دلوقتي بقت بالفعل عندها إدامال سوشيال ميديا طب احنا كده كثرة نفسيين عرفنا منين بقى عندنا مجموعة من الإطرابات النفسية بقت موجودة عند الإنسان المعاصر ما كانش موجودة قبل كده لأول مرة احنا نشوفها كده كترة زي ايه زي طراب الفومو إيه طراب الفومو ده الفومو ده طراب نفسي جديد ما كانش موجود قبل السوشيال ميديا عبارة عن ايه برا عن الانسان بيخاف ان هو يفتقد حدث معين تليكتب بوسطة او يعمل تعليق يصحى من احلاها نومة عشان يشوف مين عمله لايك ومين عمله لوف ومين شايره ولو ملاقاش عليه مشاركات او لايقات يزعل ويتدايق طيب وبيزعل وبيتدايق ليه لانه عنده الاضطراب ده لانه عنده اضطراب الفومه وفي نفس الوقت لو حصل حدث وما شفهوش وما عصرهوش يقوم من نوم زعلان حتى لو كان زلزال يعني انبارح ولا اول انبارح كان في زلزال ما اخو مرة بعيدة اشوف الناس زعلانة ياه ما حضرتش الزلزال دكتور لا يعني حضرتك بتشرح لي كده حاجة مهمة في ناس بجد تيجي تقول انا زعلانة من فلان ده ما عمليش لايك صحيح او انت ما شفتش البوست بتاعي مش هتعمل لي لايك ده احنا كنا بناخد ده بجهلنا طبعا على سبيل الهزار نعم واضح ان دي اشكالية حقيقية ايه ده عندهم اتراب فومو اللي عامنين كده عندهم اتراب فومو بلص ان 87% من مستخدمين لانترنته دي بدخله في L-Edit او في L-Enaman عندهم بما يسمى بمتلازمة الاهتزاز الوهمي ايه متلازمة الاهتزاز الوهمي دي يعتقد ان المسينجر اعطاله تلك كان حد باعتله يعتقد ان هو حد رن عليه ويفتح كل شوية بص اه الدهوم الناس الكل شوية اتطلع الموبايل تبص دي بالضبط ده عنده متلازمة الاهتزاز الوهمي ده اضطراب نفسي ما كانش موجود قبل كده دي امراض مستحدثة اذا بالسوشيال ميديا خلق امراض نفسية نفسية جديدة ما كانش متعارف عليها والدكتور اللي مش قاري وقبل ديت مش هيبقى عارف ده عندنا اضطراب تاني اسمه اضطراب النوم اضطراب النوم ده ما كانش موجود ايه اضطراب النوم الخوف من فقدان الموبايل تلاقيه حتى الواحد داخل في الحمام لقضاء الحاجة وبرضه ماسك الموبايل نايم وحضر الموبايل هل يحاسس ان الموبايل ده وسيلة التواصل مع الناس بقى هو ده الدفء الاجتماعي بعد ما كان بينام في حبنا اولاده وبعد ما كان بينام الطفل حضن عروصة ولا حضن حاجة لعبته دلوقتي بينام حضن الموبايل بقى هو ده اضطراب النومه هل اللي بينام حضن الموبايل وطول النهار يبص فيه دول واضح نوم كذا مرض كذا اضطراب مش حاجة واحدة طيب هل ده مثلا معلش هل عنده اشكالية نفسية انه لا يشعر بقيمته في الواقع او لا يشعر بحب الناس في الواقع والسوشيال ميديا بتديله الاحاسيس دي اللي هو مش عارف يلاقيها بالزبط ده بقي خلينا نكمل لو احنا بنتكلم على الاطفال تحديدا زي ما قلنا ان الاولاد بتنموا ومتترباش لان ابني مش طالب مني لموبايل ولا طالب مني تابلت ولا طالب مني قوضة لوحده ولا طالب مني تكييف في القوضة انه ما طالب اب وطالب ام طالب اللي احنا نهتم بيه طالب اللي احنا نراعيه طالب اللي احنا ما عندنا حسن الازغاء والانصاط يعني حتى في باريس يقولك اكوتية يعني فن الانصاط احنا ما عندناش فن الانصاط عاوزوني يقول بسرعة ده بيبقوا معدين اربعة كل واحد ماسك موبايل وتن تن 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 حتش بيرد على حد وده يمكن حتى خليه عند الاطفال ارتفاع نسبة التوحد او الاوتزم في الفترة الاخيرة لين انه هو قاعد للموبايل فبقى عنده قصور وضعف في المهارات الاجتماعية ما عندوش مهارات في التواصل الانساني بقى المحصول اللغوي عنده قليل فكل ده عمله اضطراب التوحد او طف التوحد يعني حضرتك بتقول للاهالي مثلا انهم لازم يتدخلوا في عدد الساعات اللي بيقضيها بيقضيها ولادهم على السوشيال ميديا بيتدخل بأسلوب غير مباشر ازاي فندم انا بعمل ايه؟ انا بتكلم حتى على اولادي انا بعمل ايه؟ بوفر النشاط الطبيعي للانسان يعني يروح يمرسوا ارط يروحوا النادي يروحوا يلعبوا لعبة رياضية يروحوا معصرات كشافة بالايام ما بقاش فيهم بيلات حريص جدا وقت الغد انا اتغدى مع بعض بقى متغدى برا وقالي في البيت اعمل نفسي بواكل تاني واعمل نفسي لنا جعان وانا مش جعان اسمعوك يا دكتور فكانت على نفسي بقى اه ليه؟ عشان بقعدين نتكلم بعض كان زمان حضرتك كان الصفرة بتاعتنا محاكم تفتيش انت يا ابن ليه من رب دوافرك وانت بنكش شعرك وانت كل من قدامك وانت متتكلمش كانت اكل وقيم وتربية قد واجبة اجتماعية واجبة نفسية واجبة قيمية وحواديت يا دكتور كان زمان الحواديت على الصفرة الازم الاكل طبعا يا فندمو التلفزيون حريص لانا افتح بعض القنوات واتفرج على عمل درامي ووقت الاكل ايه؟ انا لسه متفرج على ابناء الاعزاء شكرم عدد الحلقات لو عدت اقول لأولادي نهج البردة في عقوق الوالدين وفي بر الوالدين مش حقدر اجرس القيمة زي ما المسلسل ده غرزها فده مهم جدا فانا لو انا وسعت من مساحة النشاط والانسنة والسلوك الحر وبدأت بنفسي لانا ماجي اصرب بالليل يبقى فيه ساعات صمت في البيت للموبايل ده مهمة قوي اولادي اوتوماتيك مش هيبقى عندهم فرصة ده اللي هم يلعبوا على السوشيال ميديا حضرتك جبتي في الفقرة الاولانية معرض الكتاب حضرتك احنا مفتقدين الكتاب دلوقتي يعني انا لو انا بيتي بجيب كتاب بعمل بديل لابني ان هو يمارس عمليات عقلية متطورة احنا من جيل كان ريحة الورق ليه طعم عندنا صحيح كان بغزينا انا لازم اطلع فاصل بس انا حاسأل حضرتك سؤال وحسيبك تفكر فيه لغاية بعد الفاصل السوشيال ميديا بتخوف الناس وهل الخوف ده مقصود ولا فطري نطلع فاصل ونرجع نشوف اجابة الدكتور وليد بعد الفاصل بزلنا مع الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية والسوشيال ميديا فيه ناس بتكتب على السوشيال ميديا انا هقفل صفحتي عصابي مبقتش مستحملة وفيه ناس بقت اي حاجة سلبية بتدور على السلبي والمرعب في السوشيال ميديا وتصدقه وتترعب وتمشي تنشر الرعب سوشيال ميديا بتخوف؟ طبعا فنم بتخوف لما حضرتك تشوفي نسبة الإحصاءات بتقولي على الإشاعات وترويج الشائعات شكلها ازاي على سوشيال ميديا تديك أرقام مقيفة جدا ترويج الشائعات اللعب بالعقول العبس بالوجدان السيطرة النفسية علينا من قيبة الناس قاعدة بتحكم فينا في زراير من وراء الشاشة احنا ما نعرفهاش فيديوهات اللي بتتعامل وتطلع علينا من كل حد بنصاب بالأفكار المتطرفة كل دي طبعا نازم تخوف الناس وخدي بالحضرتك بيجي منين التخويف تصدير جوه من الإحباط وإصارة الفتن وبعص القلائل وهز الثقة في إنجازاتك اللي موجودة على أرض الواقع كل الحاجات دي بتخليك تخفي طبعا على نفسك وبتبدأ على فكرة ساعات بحاجات كده من بعيد يعني أنا مثلا قعدت فترة شفت بيجيولك كده قبر يقولك ده قبر رسول عليه الصلاة والسلام اضغط لايك علشان تخش الجنة هو أنا حدخل لايك بالجنة ولا بتأهو العمل الصالح طب ده مش قبر رسول ده قبر الشاعر جلد دينه الرومي إنما الناس مش عارفة ده قد إيه بيتلاعب بعقلك لما يضمن عقلك بقى عامل زي العجينة في إيده تملكه تملكه يبتدي ينزل بيه درجة تانية أو درج تاني تحت ويبتدي يديك الشائعات الشائعات دايما بتكون مبنية على 30% من الحقائق يعني لما يجي يقولك إحنا مثلا عندنا مخزون رز أو سكر 6 شهور فيقولك إيه ده من 6 دول 6 أيام بياخد جزء من الحقيقة ويشتغل عليه فأنا دايما حتى كنت أسأل مدام أقولها إنتي عشت عمرك يعني إحنا مش عاوزنا نقول أعمارنا إحنا قربين من نص قرن في النص قرن لقتي مرة حابات رزو نقصة في السوق صحيح حابات سكر نقصة حابات فول نقصة ما حصلش ما حصلش فسيق من ده كل بلناش دعو على الناس بتقول إيه على السوشيال ميديا خليني في الواقع بنزل بلائي فدي كلها أمور مهمة إذن السوشيال ميديا تستخدم لتخويف الناس عن طريق الإشاعات والأكذيب والفيديوهات طبعا طبعا الناس بتقول أو أنا هسأل فيه ناس لما أنا أقول لهم ده عمل عمدي أيوة يقولوا لي لا عمدي إيه إنتوا بقى بقى عندكم نظرية المؤامرة بسيطرة على المرح لا يا فندي ده حضرتك إيه 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 كتب اللي بيعملوها زباط المخابرات الأمريكية بعد ما بيطلعوا معاش وشوف يكاتبين إيه في الإيريا دي خلي الناس يا تقرأ يعني مش هقولهم أسماء يدوروا ويعملوا ويصيرش دوروا جماعة الكتب دي وقروها عشان تتأكدوا إن العمل مش فطري ومش أنا بيتقيق لنا ولا نظرية المؤامرة مسيطرة على دماغنا وشوف القرار بتاع دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب العراق وقالت إحنا أنفقنا ما يقرب من 200 مليار دولار ومحقناش المستهدف وناس ماتت من عندنا وأسلحة فقدت نصدقيتها في سوق الحروب إحنا مستعدين نصرفهم بسلمية في سبيل تفكيك المجتمعات ونحقق الهدف أكتر أم الحروب فاستخدموا في ده السوشيال ميديا والشائعات كأحد أدوات حروب الجيل الرابع وجيل الخامس فدي كلها أمور مهمة إذن لما احنا بنقول للناس يا جواعة الخبر ده مش صحيح تريس بس هما يفلحوا يخوفوهم ما أنا هقول لحضرتك للأسف إحنا بنفسنا بننجحهم هما في عندنا شخصية اسمها الفتاية الفتاية ده اللي هو مدعي المعرفة الفتاية الفتاية اللي هو شغال هارية بقى ولو ما قدرش هو يفتي يجيب حاجة فيه شائعة فيستخدمها كأداء من أدواته في الفتي والحاكي وكأنه عنده صبق وكأنه هو بينشر حاجة جديدة أو بيقول للناس بصوا يعني يجي يقولك مثلا نصرح مصدر مسؤول مين هو ما يعرفش يعني ايه مصدر مسؤول مصدر مسؤول ما يقول اسمه ولا بس طيط لخفة فدي كلها أمور مهمة ما تبقاش فتاية وتقعد تهري واللي يجيلك يعني حتى مر عليه بأحكام العقل والمنطق يعني مش لازم تحط التطش بتاعك في التفاهة وفي التشيير وفي ضعف الثقة بالنفس وضعف الأمن النفسي وعاوز تثبت ذاتك إنك تصاحب معرفة ومدعي معرفة أو بتنق الخبر وهو خبر كذب برضو حضرتك هنا يعني لفت نظري لسؤال تاني فكرة فلان فتاي نعم وأنا بشير منه نعم وإذا ما شيرتش أبقى حاسة أن أنا مش موجودة بقى وما ليش قيمة أيوة في نفس الوقت اللي بيحاول يقول إيجابيات يتشتم أو يهاجم أو يتقال عليه مش عارف إيه ده أيضا أعمال عمدية صحيح ولذلك بيقول لحضرتك أنا بيقول له كل واحد ما تكتبش حاجة على سوشيال ميديا إلا الواقع اللي انت شايفه أنا جاي النهاردة من التجمع اللي عند حضرتك فأقلم من نص ساعة الطريق اللي هو الأوساطي اللي هو الجديد لما كتب أنا بحكي واقع يعني فبالتالي لو حد حتى تطاول أو قال لي انت بتطبل أو هل اللي بتقوله ده بقول له انزل لك بالطريق اللي أنا ركبته ووصل في الطريق اللي أنا وصلت فيه بزد قصة سهلة جدا يعني لما أقول له أنا دلوقتي جاءت لي خمس ست حالات الشهردة معهمش فلوس يتجوزوا وشاورت لهم والبنت كان أهليها رفضا هي تقعد في إيجار جديد وقت لها الدولة عاملة دلوقتي اسكان موجود في الدولة بنظام الإيجار التمليكي لكنه بدفع إيجار جديد بس هتتملك الوحدة فلما شاورت لهم واتجوزوا خمس حالات الشهردة أنا بتكلم في واقع فاللي حيجي هاجم أقول لا فلاني وفلانة وعملوا فراحهم اليوم لفلاني وفي الحتة الفلانية وتملكوا واحدة سكنية في الحتة الإعلانية وهكذا يعني لما الناس تخاف لما الناس تخاف نتيجة زي ما انت قلت كده يا دكتور حضرتك قلت انه زباط المخابرات الأمريكية قالوا وده عمل منظم وعمل مستهدف ومقصود وده من أدوات حروب الجيل الرابع إذن إحنا عارفين إنه من ضمن النتائج المتوقعة إن الناس هتخاف وترتبك وتوتر ويجي لها إحباط فيجي لها إحباط الناس بقى دورها إيه حضرتك دورك إيه أنا دوري إيه اللي بيتفرجوا علينا دورنا نواجه ده إزاي نواجه بالمصدقية وبعرض الحقائق بمواجهة الشائعات أنا مش شرط أكون تبع سيستم أنا مش شغيل عند حد إنما أنا راجل وطني الوطنية دي تستدعي إن أنا لما أشوف حاجة معلومة مش غلط وأنا عارف الصح أصوبه مش عارف الصح أسأل وعرفه من مصادره الحقيقية وعرضه وعرض الأرقام وعرض الحقيقية وبعين خد يا بالحضرتك إحنا عدنا فترة الكورونا دي لوحدها شو بيكمل إشاعات اللي طلع قد إيه وبعدين ولا إشاعة من دول كانت متعلقة أو جاية من مصدر زي وزارة الصحة أو حتى من نظمة الصحة العالمية وعرضنا نسمع وبعين كان يجلنا بيوسات يقولك فلان في معهد معرفش مين وقال إيه يعني استغلوا الخوف من الكورونا اللي هو أصلا خوف كان كبير جدا أيوة وأضافوا عليه بقى محاولة النيل من الدولة أيوة بالتضخيم بالأكاذيب بالإشاعات بالذب باختلاق بعض الوقائع ومتجرة بالبعض الآخر يعني أنا شفت جماعات الشر مثلا كانوا عاملين حملة مرة على ممرضة جالها كورونا أو قاعدت تشتكي وقاعدت تسرخ وروجوا الفيديو بتاعها ده أنت فجرتوا معادي الأورام بممرضاته بقى طباقه بقى أطفاله بمرضاه مفيش رحمة جايين تنصروا أو جايين يعني تدعوا أنتوا بتنصروا ممرضة في معارقة الكورونا مع تداملنا معاها معاها برضو وتعاطفنا الإنساني معاها بس ما تستخدمش ما تستخدمش بالزبط ما بقاش أسفع كلامك أصدقك أشوف أمورك حال اللي كان بيحصل أيام الكورونا شبيه النهاردة نهاردة فيه ارتفاع أزمة عالمية وفيه ارتفاع أسعار عالمي والسيد الرئيس تكلم مرة واثنين وتلاتة وقال مصر تواجه هذا زي كل الناس طبعا لكن طبعا فيه كلام وأكاذيب وإشاعات وتخويف ده بيفكرك باللي حصل أيام الكورونا وأكتر يا فندم يعني فيه ارتفاع أسعار بس فيه سلع موجودة سلع متوفرة مفيش حاجة مش موجودة برضو فده خلي بالنا برضو من الكلام ده أنا لسه جاي من باريس وشوفت هناك فيه بعض السلع مش موجودة في أوروبا وبقت حاجة غالية أوي دكتور صح؟ آه جدا بره مش عاوز أقولك يعني مش كده عشان بس الناس بتتتصور إنه ده كلام هون ته لسه جاي الدنيا بقت غالية غالية جدا والله اليورو دربيب خمسة ده حقيقي يعني يعني اسأل مجرب وما تسألش طبيب السوشال ميديا ده ما عندك المجرب وعندك الطبيب بالزود كده سوشال ميديا دكتور بتعمل اضطرابات نفسية كأمراض بقى بما فيها اللي بيتصور إنه التليفون بيرن كل شوية اللي مقدرش يسيب موبايله ده هنطلع كلنا على فكرة كلنا على فكرة مضطربين للترابات دي كلنا مسكين موبايلاتنا يجي لك رانا في ودنك كده منتاش عارف حقيقية ولا لأ وكل الاترابات اللي حضرتك قلت عليها رشدت لكل جمهورنا اللي بيتابعنا ولكل الناس اللي هم مهتمين بيهم عايزين نقلص أضرار واترابات السوشال ميديا عايزين السوشال ميديا ما تبقاش السكينة اللي بتتباحنا طبعا بصي حضرتك أنا ما بفتحش موبايلة عن نت إلا عند الضرورة إلا عند قضاء الحاجة بشير حاجة بقر حاجة محدد هدفي لما بفتحه هعمل إيه أنا بحب نام على بعض الفيديوهات لبعض الأصدقاء في الرياضة مثلا أو طول فن أو كده بسمحة بالمنام مثلا بدل التلفزيون يعني بدل التلفزيون بتاع زمان مثلا فأنا لازم أخلي بالي من ده يعني ما شيرش كل كبيرة وصغيرة ما فتحش على كل كبيرة وصغيرة أمار السلوك الإنساني الطبيعي لما تشوفي معدلات الاتزاز الإلكتروني تزعلي لما تشوفي معدلات الطلاق بسبب الإنترنت قد إيه تزعلي لما تشوفي معدلات الخيانة الزوجية قد إيه تزعلي لما تشوفي الرابط الأسرية التفكك الأسري التفسخ الأسري طبعا يا فندم كنا زمان بنقول داخل البيت يا حاسد يا فاسد للوقت إحنا اللي بنطلع البيت برده بقيتنا بيوت من غير أصوار للأسف الشديد ولا أبواب وبقيتنا قل مشكلة بدل ما بوجيها على الواقع بروح أشارشح بيها على السوشيال ميديا فده طبعا ده كلام مش مظبوط فإنتوا خلي بالكم من ده أنا عاوز يبقى فيه عودة للهوية حتى اللغة بتاعتنا تغيرت الله بيكتبوا عربيزي وبتاع الهوية أيوة ده أنا جات لي حالة بتعاني الأمرين في جوازها طب يا بنتي اخترتيه ليه قلت ده على 30 سنين كراش علي يا دكتور أنا مش عارف عنيه كراش ولما سألت والله يا دكتور منعرف احنا ده أقديمة مش من الجيل بتاع الكراش ده ده لغة النت تمتباحها في صمت يعني بيتباحها ويعملها اللايقات وبتاعنا ما ما بيدخلش في حياتها ومهتم بيها قوي فعش كده قلبها رق تخيالي بق حالة تانية جات لي قلت لي ده كان سنوكر قلت لقيه سنوكر ده قلت لي قلت نشوف أخباري وبتاعه يعني حتى اللغة بقى عندناها في قدام للهوية طيب إذن إحنا عايزين الناس تتعامل برجد بعقل نعم وما تطلعش أخبار بيوتها بره طيب وفي شأن الوطن والمسألة الوطنية والإشاعات والأكاذيب وده برضو نصيحة طبية ووطنية لكل الناس اللي بيتابعونا نقول لهم إيه بص حضرتك أنا بقول لأي حد خليك حريص على صحتك أنت الجسمانية خليك نفعي اهتم بنفسك لما تقرأ خبر في إحباط ده بيعمل لك توتر ده بيعمل لك قلق بينعكس عليك في القرق في الترباط النوم في القدرة على الإنتاج بعد كده هوت في السلوك الاقتصادي اللي أنا بنامشي كويس فبروح الشغل متأخر أبدا أنا بشتغل شغلة والتين حتبقى واحدة بس ايه؟ بيعمل معايا مشاكل حتى نفسية في العصبية مع أولادي بيعمل معايا مشاكل في القيادة ونفسية العربية فبروح أغرم المرياهة تمنها قد كده والفانوس قد كده فخليك نفعي ده أنت حضرتك فتحت موضوع مهم جدا انا عايز اقول فيه كلمة واحدة فيه ناس وفيهم صديق يا رب يكون سمعني طول الوقت يروح السفحات اللي بتشيع السم نعم وياخد الكلام يقراه يجيله ضربات في قلبه ويمشي في شرع يعيط وبعدين يجيب لنا الكلام ده يا عم بتجيبه ليه يقولك لا انا حبة تابع تقوله ايه ده ومعكس عليك بيها فندم يعني انا دايما بقول حتدخل في جيبي اهلا وسهلا حتدخل في قلبي مليون اهلا وسهلا دخل السعادة والسرور والمرحل اسعدني يا اخي فانت لنا بسمعه ده لا بيدخل في جيبي حاجة ولا بيدخل في قلبي حاجة بل بالعكس بيدخل في قلبي بس يسموم بيخليني قاعد ارتفاع ضغط الدم عندي انشغال تفكيري وانشغال عقلي تبعية سلبية بقيت انا تابع ليه وبقى يستخدمني حتى واخد دماغي وبيشكلها زي ما هو عاوز فانا محدش يتلعب بعقلي ما يصحش دي كلها امور مهمة قوي دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية حضرتك شرفتنا ونورتنا وكل اللي حضرتك قلته لنا مهم جدا نستفيد بيه ونتابعه والسوشيال ميديا تجنبوا وضررها وشرها ودوروا على فايدتها ووقت حلقتنا خلص وانشاء الله نشوفكم على خير الاسبوع الجاي في حلقة جديدة وافتح باب قلبك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة